تسارع حكومة مملكة البحرين الخطى نحو تطوير خدماتها الحكومية بكفاءة وفعالية تلبية لاحتياجات وتوقعات الأفراد والمؤسسات ترسيخا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وفي هذا السياق استطاعت حكومة مملكة البحرين تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية في زمن قياسي وذلك بهدف تطوير أداء وكفاءة الخدمات المقدمة للجمهور تسعى مملكة البحرين جاهدة إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح دولة مرتكزة على توفير خدمات حكومية متكاملة منطلقة من عمق الممارسة الحكومية والخبرات التراكمية من أجل هدف مهم وهو تحسين حياة أفراد المجتمع وتلبية احتياجات وتوقعات الأفراد والمؤسسات بكفاءة وفعالية ترسيخا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة وفي إطار استمرار العملية التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نجحت مملكة البحرين في تطوير 500 خدمة حكومية ضمن خطة تطوير 500 خدمة حكومية التي أتت ضمن محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي في برنامج عمل الحكومة 2023-2026 والتي أتت ثمارها بفضل التوجيهات والمتابعات الحثيثة من قبل سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتسهم مبادرات تطوير الخدمات الحكومية في تقليل المستندات واختصار خطوات تقديم الطلبات بالإضافة إلى تحسين واجهات المواقع الإلكترونية ومواصلة التحول الإلكتروني ومن أبرز النسب التي تم الإعلان عنها هي خفض المستندات المطوبة للإجراءات الحكومية بنسبة 50% ل282 خدمة في كافة القطاعات بينها 46 خدمة لا تتطلب أي مستند الآن علاوة على تقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى ل308 خدمات من بينها 61 خدمة تحولت إلى خدمة فورية بينما أصبحت خطوات التقديم لـ 167 خدمة إلكترونية أربع خطوات كحد أقصى ترجمة نانسي قنقر